اغراء الزوجة للزوج مطلوب الزوجة لازم تكون هي كل شيء عند جزها بالرقة والحب والحنية وكل شيء وبالاغراء والتمايع وكل حاجة ما الزوجة دي حلاله وهو حلالها فتعمل كل شيء علشان تخلي جزها دايما يحبها ويشتقلها ويموت فيها ويبقى دايما حادف يكون في البيت وحارد يكون جنبها وعايز يساعدها زي ما هي تساعده الموضوع ببساطة عايزين نفهم الراجل ده روح ودم وفي زمن الفتن اللي احنا فيه علشان خاطر تملع نيه وتقول الوقت يكون سعيد وحاسس ان ما فيش حاجة مقصاة وكل ده بقى في الكم ساعة اللي هو بيعودهم في البيت ولتتلكتك وتقول البيت والعيار والكلام من ده يا ست الكل ده لو جات على انك تسرقي وقت وتلبس الجوزك كل اللي انت عارفه انه بيغريه من اريان وديق ومحزق ومعزق هامليه واسلوبك مع جوزك ورقتك ودلعيك عليه وتعمليه اللي هو عايزه من اكل وواه وخلاف وكل ده بيصبث مصلحتك وطريقك للجنة وريده ربنا من ريضه جوزك طبعا ريضه ربنا عليك وراحت بالك وساعتك دنيا واخرى فتعتك لجوزك واغرائك لجوزك وبكده تكوني ضمنتي عنيه وقلبه وساعتك وساعته دلوقتي بقى عرفتي ليه اغرائك لجوزك مطلوب؟ ترجمة نانسي قنقر